يتواصل المشهد الأمني في مناطق شمالية العراق بالاهتزاز نتيجة هجمات تنظيم داعش والتي تصاعدت وطيرتها منذ مطلع الشهر الحالي مخلفة حتى الآن نحو 30 قتيلا وجريحا من قوات البشمرقة وأكثر من 15 آخرين من الأمن العراقي حيث تتركز هجمات تنظيم داعش في العراق فيما يعرف بالمناطق المتنازع عليها وهي المدن والبلدات التي تختلف بغداد وأربيل على إدارتها منذ الغزو الأمريكي للبلاد في العام 2003 وأبرزها كاركوك ومخمور وزمار وخنقين والتوز ضمن محافظات نينوى وكاركوك وديالا وصلاح الدين شمال وشمال شرقية العراق على الرغم من بدل التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة خلال العامين الماضيين جهودا كبيرة من أجل التوصل إلى اتفاق بين الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان العراق لإدارة تلك المناطق أمنيا ومنع تكون الفراغات التي تسمح بوجود مصلح وبقايا التنظيم فيها إلا أن أي نتائج عملية على الأرض لم تظهر ويعزوا مراقبون ذلك لتقاطعات سياسية كبيرة أمر استبقه رئيس حكومة إقليم كردستان مصرور برزاني بتصريحات غاضبة يوم الجمعة الماضي قال فيها إننا لن ننتظر أحدا في إشارة إلى أنهم سيتحركون باتجاه تأمين هذه المناطق بمفردهم في حال استمر تأخر بكداد في هذا الأمر حيث أشار إلى وجود قرار لتشكيل لوائين مشتركين بين قوات البشمرقة والقوات العراقية في المناطق المتنازع عليها لكن الخطوات العملية لم تنفذ وفي خضم هذا الجدل وصل رئيس الوزراء الاتحادي مصطفى الكاظمي إلى الأربيل مفتتحا جولته بلقاء رئيس الفريق الوزاري في أربيل مسرور برزاني حيث تقول المعلومات الواردة لواني نيوز إن الأخير طلب من الكاظمي زيادة التنسيق بين قوات البشمرقة والقوات الاتحادية في التصدي للإرهابي بعد الهجمات الأخيرة لإرهابي داعش على البشمرقة في الأيام القليلة الماضية وإلا قد تحرق نيران الإرهاب العراق برمته من جديد